بسم الله الرحمن الرحيم أول شيء سنتعلم القسم أفقيا وهو ما يسمى بالتقسيم المتساوي ونتعلم القسم عاموديا وهو ما يسمى بالقسمة الإقليدية ولكن قبل أن نتعرف على التقسيم المتساوي والقسمة الإقليدية يجب أن نتعرف أولا على عناصر القسمة إذن للقسمة أربعة عناصر أول عنصر نجده في القسمة هو المقسوم ماذا نقصد بالمقسوم هو العدد الذي نقسمه وهو العدد الأكبر ثاني عنصر هو القاسم ويسمى أيضا المقسوم عليه وهو العدد الذي نقسم عليه ويكون دائما هو العدد الأصغر المقسوم عدد الأكبر أما القاسم هو العدد الأصغر بعد القاسم والمقسوم سنجد الحاصل وهو النتيجة ثم يأتي لدينا الباقي وهو العدد الذي يبقى عند نهاية القسمة ويجب أن يكون أصغر من القاسم معلومة مهمة جدا وهو أن الباقي دائما يجب أن يكون أصغر من القاسم فإذا وجدنا أن الباقي أكبر من القاسم فإن النتيجة ستكون أكيد خاطئة بعد تعلم عناصر القسمة سنأتي لأول شيء وهو التقسيم المتساوي أي سننجز القسمة أفقيا لكي ننجز القسمة أفقيا عليكم أن تطبق هذا القانون الذي يقول المقسوم يساوي القاسم في الحاصل بين قوسين زائد الباقي يجب عليكم أن تحفظوا هذا القانون المقسوم تساوي القاسم في الحاصل بين قوسين زائد الباقي نعطي مثال لكي نفهم 36 قسمة 5 ماذا تساوي؟ هذا هو رمز القسمة أفقيا إذن لدينا الرقم 36 هو العدد الكبير إذن هو المقسوم 5 هو العدد الصغير هو القاسم نكتبه على شكل تقسيم وتساوي 36 العدد الكبير الذي هو المقسوم تساوي 5 هو العدد الصغير القاسم في الحاصل سنضعه بين قوسين ثم زائد الباقي الآن كيف نجد الحاصل الحاصل هو ذلك الرقم الذي أضربه في 5 يساوي 36 أو عدد قريب جدا من 36 ما هو العدد الذي أضربه في 5 قريب جدا من 36 أو يساوي 36 الإجابة ستكون 7 7 في 5 يساوي 35 و35 قريب جدا من 36 جيد الآن 35 زائد ماذا لكي أجد 36 لكي نصل إلى 36 الجواب سيكون 1 فالرقم واحد هنا هو الباقي أي بقي لنا واحد لنضيفه ل35 ونصل إلى 36 إذن ماذا نقول 36 قسمة 5 تساوي 7 والباقي واحد فالنتيجة هنا سنكتب 7 لكن سوف يبقى لدينا واحد فإذا أردنا أن نكتب هذه العملية سوف نعطي مثال آخر لكي نفهم أكثر إذن سنطبق دائما هذا القانون الذي يقول المقسوم يساوي القاسم في الحاصيل بين قوسين زائد الباقي 27 قسمة 9 ماذا يساوي سنكتبه على شكل تقسيم متساوي إذن عدد الكبير 27 تساوي نفتح قوسين العدد الصغير 9 في رقم زائد رقم آخر ما هو العدد الذي أضربه في 9 قريب جدا أو يساوي 27 الجواب سيكون 3 3 في 9 يساوي 27 إذن 27 زائد ماذا لكي أصل إلى 27 هو إذن الباقي سيكون 0 إذن ماذا نقول سنقول بأن 27 قسمة 9 تساوي 3 هنا لا داعي لذكر الباقي إذا كان 0 فنكتب مباشرة هنا الجواب 3 سنكتب الحاصيل بعد التقسيم المتساوي سوف نتطرق إلى القسمة الإقليدية أي سوف نقوم بإنجاز القسمة عموديا أول شيء يجب أن تتعرفوا عليه بأن عندما تكتبون القسمة عموديا يجب عليكم برسم خط القسمة ما هو خط القسمة؟ هو يكون كالتالي إذن نرسم خط عمودي بهذا الشكل ثم خط أفقي بهذا الشكل ثم نضع هنا رمز يساوي وفي هذه الجهة سوف نضع رمز في هذه هي ما يسمى بخط القسمة ثم في هذه الجهة سنكتب العدد الكبير الذي يسمى المقسوم أما في هذه الجهة سنكتب العدد الصغير الذي يسمى القاسم ثم سنجد في هذه الجهة الحاصل أو النتيجة ويبقى هنا في الأخير الباقي الباقي يمكن أن يكون الصفر أو عدد آخر المهم الباقي يجب أن يكون عدد أصغر من العدد الذي هو القاسم ثم لكي نجيز عملية عموديا يجب أن نتعلم مراحل القسمة هذه المراحل يجب على التلميذ أن يحفظها على ظهر قلب إذن مراحل القسمة هي أربعة وهي بالترتيب أولا يجب علينا أن نقوم بالقسمة أي نقسم عدد قسمة عدد آخر الثاني شيء بعد القسمة يجب علينا أن نضربها ثم في المرحلة الثالثة بعد الضرب سنقوم بالطرح بعد الطرح سنقوم بالإنزال إذن مراحل القسمة نعيدها بالترتيب هي القسمة ثم بعد القسمة نقوم بالضرب ثم بعد الضرب نقوم بالطرح ثم بعد الطرح نقوم بالإنزال لكي نفهم جيدا هذه المراحل سوف نعطي أمثلة وأول مثل هو 83 قسمة 6 ماذا يساوي لكي ننجزها عموديا يجب أن نتذكر دائما المراحل قلنا أولا سنبدأ بالقسمة ثانيا الضرب ثالثا سنقوم بالطرح ثم سنقوم بالإنزال كتبتها هنا لكي تسهل علينا الفهم إذن نرسم دائما خط القسمة ونضع الرمز يساوي مع الضرب إذن عدد الكبير نكتبه هنا 86 قسمة 6 عدد صغير سنكتبه في هذه الجهة نبدأ بأول مرحلة هي القسمة إذن القاسم عندنا هنا عدد صغير معناها عدد واحد فقط إذن سأختار في المقسوم عدد واحد أيضا فقط إذن سأعمل 8 أضع قوس فوق 8 قسمة قوس فوق 6 إذن 8 قسمة 6 ماذا يساوي؟ لكي أجد الجواب أنتقل إلى المرحلة الثانية وهي الضرب ما هو الرقم الذي أكتبه في الحاصل؟ أضربه في 6 يساوي 8 الجواب هو واحد لأن لو نضع مثلا 2 سيكون جواب خطأ 2 في 6 يساوي 12 و12 أكبر من 8 لا يجب أن تعدى 8 إذن نختار واحد واحد في 6 يساوي 6 أكتبه تحت 8 إن تهيت من مرحلة الثرب أذهب إلى مرحلة الطرح 8 ناقص 6 سأنجز العملية عموديا 8 ناقص 6 يساوي 2 أنهيت من الطرح أذهب إلى الإنزال هل يوجد الرقم أنزله؟ نعم ننزل 3 إلى 2 ويصبح عنده هنا 23 23 هو أكبر من 6 إذن سوف أكمل القسمة بإعادة المراحل من البداية إذن سأبدأ أيضا بالقسمة دائما إذا كان الباقي أكبر من القسم مثل هنا 23 أكبر من 6 دائما أعيد المراحل إذن 23 قسمة 6 سأعتمد على المرحلة الثانية وهي الضرب ما هو الرقم الذي أضربه في 6 قريب جدا أو يساوي 23 الجواب سوف يكون 3 3 في 6 تساوي 18 أكتبه تحت 23 أنهيت من مرحلة الضرب سأنتقل إلى الطرح 23 ناقص 18 ستنجزونها جيدا 3 ناقص 8 لا أستطيع أحتفظ به أستلف 10 وأعيد إلى الأسفل 1 إذن 13 ناقص 8 5 وإثنان ناقص 2 يساوي 0 إذن الباقي هو 5 هل يوجد رقم سوف أنزله؟ لا وهنا كما نلاحظ أن الباقي هو أصغر من 6 إذن انتهت العملية إذا لم يكن هناك رقم أنزله انتهت العملية والباقي أصغر من القاسم إذن العملية صحيحة نعيد إذن عملية أخرى لكي نفهم أكثر وقبل ذلك سنكتب هذه العملية أفقيا إذا كان الباقي أكبر من صفر دائما أكتبها بتقسيم المتساوي وهو 83 تساوي 6 في 13 زائد 5 نعطي مثال آخر وهو 124 قسمة 4 ماذا يساوي؟ إذن دائما نتذكر المراحل قسمة ضرب طرح ثم إنزل نرسم خط القسمة برمز يساوي وآفي ثم أضع الكبير هنا وأضع العدد الصغير في هذه الجهة نبدأ بالقسمة هنا عندي عدد واحد سأأخذ عدد واحد لكن واحد قسمة أربعة لا يمكن قلنا دائما نقسم يجب أن يكون كبير لذلك أخذ رقمين 12 قسمة أربعة إذن سنأخذ هنا نضع القوس فوق رقمين ثم أضع قوس فوق أربعة لكي أجد الجواب سوف أنتقل إلى الضرب ما هو الرقم الذي أضربه في أربعة يساوي 12 ثلاثة في أربعة يساوي 12 أنتقل إلى الطرح 12 نقص 12 سنجد 0 هل يوجد الرقم أنزله؟ نعم أذهب إلى الإنزل إذن أربعة أنزله إلى الصفر إذا أنزلت يجب أن نقسم هذه قاعدة في القسمة الإنزل مباشرة نعيد القسمة إذن أربعة قسمة أربعة يساوي واحد لأن واحد في أربعة يساوي أربعة بعد الضرب سوف نذهب إلى الطرح أربعة نقص أربعة يساوي صفر هل يوجد شيء أنزله؟ لا إذا لا يكون هناك عدد أنزله انتهت العملية والباقي هنا كما نرى صفر إذا كان الباقي صفر إذا أردت أن أكتب هذه العملية أفقيا سأكتبها برمز القسمة مباشرة لا دعي للتقسيم المتساوي إذن سنكتبها بهذا الشكل 124 قسمة أربعة برمز القسمة أفقيا يساوي واحد وثلاثون نعطي مثال ثالث لكي نفهم أكثر عندنا 185 قسمة 12 هنا هذه المرة سنقسم على عددين إذن دائما نتذكر المراحل سنقوم بالقسمة ثم الضرب ثم الطرح ثم الإنزال إذن نرسم هنا خط القسمة ثم نضع الرموز أكتب العدد الكبير 185 وأكتب العدد الصغير في هذه الجهة 12 عندي رقمين هنا إذن سوف أأخذ هنا رقمين 18 قسمة 12 بدأت بألول مرحلة وهي القسمة 18 قسمة 12 كي أجده أذهب إلى الضرب ما هو العدد الذي أقوم بضربه في 12 يجب أن يعطيني رقم قريب جدا أو يساوي 18 إذن الجواب سيكون واحد واحد في 12 تساوي 12 وهو قريب جدا من 18 لو أضع 2 سيكون 24 وهو كبير إذن خطأ إذن واحد في 12 يساوي 12 أكتبه أذهب إلى الطرح 18 ناقص 12 بعملية الطرح سنجد 6 بعد الطرح سنذهب إلى الإنزال يوجد رقم أنزله وهو 5 إذن ننزل 5 إلى 6 سيصبح 65 بعد الإنزال يجب القسمة 65 قسمة 12 هنا يجب أن نقسم كل عدد 65 قسمة 12 ماذا يساوي؟ إذن دائما أقول ما هو الرقم الذي أضربه في 12 ويساوي 65 لأن بعد القسمة نذهب إلى الضرب إذن ما هو العدد الذي أضربه في 12 يساوي 65 الجواب سيكون 5 5 في 12 يساوي 60 أكتبه تحت 65 بعد الضرب أذهب إلى الطرح 65 ناقص 60 سيكون الجواب هنا 5 5 ناقص 0 5 و 6 ناقص 6 هل يوجد ما أنزله؟ لا إذن عندما لا يوجد رقم أنزله سننتهي من العملية والباقي هنا سيكون 5 إذا كان الباقي أكبر من صفر الأفقيا إذا أردت أن أكتب هذه العملية سأكتبها بالتقسيم المتساوي 185 تساوي 12 المقاسم في الحاصل 15 زائد الباقي الذي هو 5 إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الدرس الذي أتمنى أن يكون مفيدا لكم في الأخير لا يقل إلا أن أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة لا تنسوا الاشتراك على قناتكم قناة التلميذ المتميز وإلى الملتقى استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة ترجمة نانسي قنقر